النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جداً بيأثر على حياتنا كلها يعتبر واحد من أهم الموضوعات اللي بنواجهها كمصريين واللي بتواجهها أيضاً الدولة المصرية بشكل مباشر الموضوع ده هو حرب الشائعات يمكن يعني فيه آلاف الحلقات اتكلمت عن حرب الشائعات ولكن الشائعة في هذه المرة بتضرب المجتمع المصري الشائعات اللي بقت تنتشر بشكل مخيف ما بين الناس بتأثر على حياتهم اليومية أيام دي أي خبر ممكن يبقى حديث لكن مش كل حاجة بنسمعها صحيحة طبيعة الحال الخبر السبايسي أو الخبر المثير هو اللي حيبقى الترند لأن الناس كلها هتسأل هل هو صحيح ولا مش صحيح لأنه زي ما بيقولوا كده مصار للجدل الشائعات مش بس بتسبب قلق ولكنها أيضاً بتستهدف أن هي تهز ثقة المواطن في الدولة المصرية احنا كل يوم يمكن بنسمع حاجة جديدة وشائعات جديدة أنا معرفش هما الناس عايزة إيه يعني الناس اللي بتقول كده هدفها إيه يعني بالفعل عندنا توطرات كتير قوي في المنطقة كلها يعني لو نتكلم مش هكبر الموضوع قوي لكن بذلك نحن على الصبح يعني لكن ده حقيقي يعني احنا المنطقة كلها فيها توطرات كبيرة جداً وفي ظل ده وفي ظل ما احنا متمسكين جداً بالاستقرار وبالأمن وانحنا بنرجع تاني كل حاجة كويسة في البلد بنشتغل على السياحة بنشتغل على حاجات كتيرة أوي بتيجي ساعات شائعات يا مصطفى من ولا حاجة تتكبر لك أي موضوع لو صغير وتطلع لك مواضيع مش موجودة أصلاً مش هنتكلم عن حاجات حصلت في الفترة اللي فتت لكن هقولك حاجة يمكن من يومين كده طلعة أبرزها يعني من الشائعات هي أن وزارة التربية والتعليم طلعت بيان ردت فيه على شائعات خاصة طلعت على الوزارة النفسها وأنه يعني فيه اكبار من الوزارة الشائع بتقول أنه فيه اكبار من الوزارة للطلاب على أنهم يطبعوا أسئلة الواجب المنزلي من موقع الوزارة يعني دي كانت كده حاجة من الحاجات اللي طلعت الفترة اللي فتت طبعاً الكلام ده مش صحيح لكن المشكلة أن الإشعاعات دي زي ما بتزودوا الضغط على الأسر والطلاب الناس اللي ملاقاش علاقة حتى بالمواضيع دي بتبقى قاعدة على السوشيال ميديا مصطفى تقولك إيه؟ اللي بتعملوا وزارتها هم عايزين إيه؟ الوزارة دي عايزة مننا إيه؟ فهم قصدي؟ فبموضوع بيزود أكيد ضغط على الأسر وعلى الطلبة طول الوقت الأسر هم أصلاً لسه دخلين على الموسم الجديد بتاع المدارس وفيه توطر ومش عارفة لداخل سنة كام ولداخل شهادة ولداخل لسه سنة ربعة مثلاً أو 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 يقولك إيه؟ ده كمان الوزارة عايزة أنا نطبع الواجب كلام ده مش حقيقي خلينا دايماً نتحرط دقة ونبقى بنعرف مصدر كل حاجة بتتقال إيه هي؟ يعني الخبر الكويس وفيه مواقع رسمية لكل الوزارات دي نتأكد منها من الأخبار؟ لا والناس كلها ننسي تقول اللي عاملات وزارة التربية والتعليم واحدة من أهم الوزارات طبعاً اللي بتتقاطع مع المواطن المصر كان في إحصائية مش عارف من كم سنة بتقول إن هي بتتعمل مع 60 مليون مواطن أحقق ضخمة جداً 60 مليون مواطن ما بين طلبة وأولياء أمور ومدرسين وإداريين رقم كبير طبعاً يعني مفيش دول عندنا 60 مليون في المنطقة أصلاً إحنا 100 مليون ومفيش قابلينا 60 مليون فأنا بتكلم في دولة حقيقية دولة وزارة التربية والتعليم الوزارة دي أكمل الشائعات قبل كده استهدفتها ودائماً بتضرب في الدولة المصرية عن طريقها ووزارة شالو بسبب الشائعات وشاومنج مش عارف عمل إيه والوزارة حصل فيها إيه فالوزارة دائماً زي ما بيقولوا كده يا بسانت مثار للجدل أو العملية التعليمية بشكل لأنها متقطعة طبعاً مع إيه مع أبهات وأمهات وناس وكل شيء يقول لك بص الدولة عملت إيه مش بص وزارة التربية والتعليم عملت إيه ففعلاً زي ما قلتي وزارة التربية والتعليم نافت كل الكلام ده وضحت إن الواجبات المنزلية بتكون واجبات قصيرة مكتوبة على الصبورة من خلال المعلم في الفصل الطالب سهل إن هو ينقلها يعني مش محتاجة إن هي تطبع فكرة الشائعة اللي طلعت بتوضح لنا أهمية التحري عن أي معلومة قبل نشرها وخصوصاً إن عصر التكنولوجيا اللي إحنا فيه الفابراكا فيه فيه الأخبار وتقنيات الإيه آي والصور بقيت أسهل حاجة في الدنيا ممكن أي حد يقول أي حاجة وناس كتير جداً للأسف تصدقه ويطلع ترينده وبعد ما الدنيا زي ما بيقولوا كده بعد خراب ملطة نكتشف إن كل ده كان إشعة بالضبط يعني إحنا في عصر التكنولوجيا ولازم نكون وعيين يعني ده ليه إيجابية حاجة إيجابية إنه إحنا نقدر نبقى وعيين لفكرة التضليل والإشعاعات لازم نكون حذرين في كل ما بينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لازم نتأكد من مصدر المعلومة قبل ما نشاركها ندخل على المواقع الرسمية للوزارات أي إن كانت الإشعاع إيه هي نتأكد منها هل هي فعلاً بيان رسمي طالع من الوزارة دي ولا لأ عايزين ننمي فينا ثقافة البحث والتقصي لأن ده كفيل إنه يقتل إشعاعات كثيرة جداً من أساسها وكفيل إنه هو يريح بالنا يعني في الأول وفي الأخر إحنا كأولياء أمور عايزين إيه عايزين إنه إحنا نبقى يعني متطمنين على أولادنا وحاسين موضوع سهل العملية للتعلمية كلها تبقى سالسة وسهلة فكر ودور وما تصدقش كل حاجة عشان تعيش في مجتمع أكثر هدوءاً واستقرار وده يمكن أهم حاجة إحنا عايزين يا جماعة نبقى يعني مش كل شوية في حاجة بنتصدى ليها ومش كل شوية في إشعة يعني مخلية الدنيا بتوتر الأجواء متوترة بالزبط على كل حال يمكن ده أو دي واحدة من الإشعاعات الكتيرة اللي إحنا حبينا نوضحها النهاردة من خلال برنامجنا وإن شاء الله يبقى كده صباح جميل علينا كلنا وخلاص النهاردة الخميس يعني ابتدينا بكرة تبقى عطلة نهاية الأسبوع فيبقى أسبوع كدريق وهدي فيش واجبات مطبوعة ولا أي حاجة بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر شكرا شكرا